بصراحة حاجة جميلة لما يكون ستارتابس داخلها وبعد ما تخلص الاورد بتاعها تبقى ان هي تطلع في المانيا عشان خاطر ويستفيدوا اكتر ويتبسطوا ويتفسحوا ده بالزبط اللي بيعملوا برنامج رالي اكسلاريت التابع لمركز ريادة الاعمال في الاكاديمية البحرية خلينا احكي لكم التفاصيل نزلنا الاول مدينة اسمها اسمها غريب شوية بس المدينة مهم قوي ان الستارتابس كانت تروح لها وهقول لكم في الفيديو اللي هي. المهم نمنى ويصحينا الصبح عشان خاطر نبدأ اليوم. وبما ان السجراء التسوقي ظهر في الفلوك فخليني ادي في حقه كلمة يعني بسيطة جدا هو مؤسس مركز ريادة الاعمال وهو اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا اخش انا وزميلي مجال ريادة الاعمال اصلا وبصراحة هو شخص محبوب جدا ما شاء الله ما شاء الله يعني بغض النظر ان هو مديري ولكن هو بيحب يساعد الناس ناس كلها بتحبوا كل عارف ان هو من الاشخاص اللي مش هتتكرر تاني وبصراحة يعني ربنا رزقنا به. ايه المهم? طبعا كل يوم بنحاول ان احنا نجري ورا المواسطات والموعيد هناك الناس ما بتحزرش بالدقيق او بالثانية بتكون الحاجة موجودة بتتحرك فطبعا احنا بنحاول نغير ثقافتها وبنجري ورا الاوتوبيسات بس يعني ايه الحمد لله لحيناه. ويتحركنا على او ودي يعتبر يعني المكان او الجامعة اللي البلد كلها ايمة عليها اصلا وهناك بصراحة مقسمين المانيا لمناطق فالكارستوى دي واحدة من ضمن الحاجات اللي فيها متخصصة قوي في الحيطة بتاعت والزكاء الاصطناعي والروبوتس والتيكنولوجي يعني زي ما انتم شايفين كده شوفنا حاجات كتيرة وشوفنا والعربيات اللي بتمشي لوحدها من غير سواق فبصراحة يعني اتبسطنا اه مغض النظر عن هذا الشخص اللي نتخطينا او ما شوفناه بس في الاخر برضو تقريبا حركة عشان الهالوي وبعدين حركنا على اللي هو غرفة التجارة وبصراحة يعني يعرفونا قوي على هما بيعملوا ايه كغرفة ومش بس كده بيعملوا ايه كمان للستارتابس وازاي ممكن لما تيجي هنا المانيا تستفيد نهاية تفتح البزنس وازاي هما ممكن يساعدوهم لهم يوصلوهم باجمر عدد من الشركات انه طبعا عندهم نتور كبيرة جدا اه متعودين بعد ما منخلص ننزل نتناشى في عز الزحمة كده على الساعة تمانية زي ما انتم شايفين الدنيا زحمة جدا الناس كلها روحت ونامت وما فيش غيرنا احنا كمصريين في الشارع فطبعا هنا عاملين قلق شوية بس الحمد لله ربنا بسطورها طبعا بنحاول نتجول عشان خط النقيقة حاجة ناكلها الدنيا طبعا صعبة جدا لحد ما لقينا آآ محل بيبيع الكباب او الدونر ده جماعة احنا قعدنا اسبوعه في المانيا كنا بناكله صبحه بالليل هو خطير طبعا محلو جدا جدا بس برضو ده اقمن حاجة يعني كحاجة حلال فاناكل بقى منه اطباق ناكل منه يعمل هنا يعني منحاول بقدر امكان ما نطلعش برا الموضوع خلصنا واتحركنا على مدينة تانية برلين اتحركنا ست ساعات من كارسلوة لبرلين عن طريق القطر وطبعا كنا لازم نسالي نفسنا فعملنا كده لطيف وعدا نلعب كومبليت وافلام مع وحذرونا ان برلين ساعة جدا وبصراحة ده اللي احنا حسنا به احنا اول منزلنا في فرق في الدرجات بشع يعني كان سفر دوت الجو حر وانت نازل بقى ايه آآ لماينس تلاتة ماينس اربعة ماينس خمسة وطبعا زي ما انتم شافيني انا مش محتاج قوي احكي لكم الجو هناك كان عامل ازاي غير كارسلوة خالص. تاني يوم الصبح يوم جميل مشمس آآ خطير ولكن ساعة تلجة برضو مفيش اي حاجة خالص متغيرة غير بس ان ده ضلمة وده الصبح ولكن تحركنا روحنا على آآ مهم قوي اسمه وهنا كان دكتور والسوي ودكتور ماجد كان عندهم والفكرة هنا هوات ان احنا بنعمل ما بين كل تقريبا الدول الافريقية يعني هتلاقوا افرقه آآ موجودين آآ من كل دولة افريقيا وكمان دكاترا ومركز رات العمال فاستغلوا هذه وكانوا بيعملوا على اعلى مستوى مش بس واحنا كمان ادينا وزي كده للناس اللي هناك وبخلاف دوات طبعا عملوا كان منهم والناس منهم من الاندستري وابهروا الافريقيا تماما خلصنا اليوم وبعد كده اتحركنا على افنت مهم جدا جدا بالنسبة وهو اعتبر وطبعا هنا كانت المهمة جدا ان كل يبدأ يعمل آآ مع مستثمرين موجودين هناك بحيس ان هو ممكن يفتح له او ممكن ان هو يدي له وده يعني كان من اكتر الحاجات المفيدة في خلصنا وقلنا نفق شوية بقى كده حضرنا حاجة كده بس كانت سيئة جدا بتاع مصر احلى بكتير وبعد كده روحنا كريسمس آآ بازار بيعملوا برضو حاجات حلوة او فوروبة لها علاقة بالكريسمس وبعد كده خلصنا ويروحنا كلنا وافاشنا شيف مصري لبطنا تصبيت جامد او بسارحة يوم جديد معلش يا جماعة طويل شوية بس استحملني كده لآخر الفلوغ عشان لازم اخدكم في كل التفاصيل ويتحركنا على اللي في برلين طبعا زي ما نشافيه كده هي احلى واكبر واوسعة بكتير وحتى كان فيه كتير قوي بتحاول تساعد بتوعنا عن اللي موجود في المانيا وازاي يقدروا يفتحوا ويلونشوا تاحهم هناك. اخر حاجة في البرنامج روحنا مكان كده بسابورت قوي اللي بتعمل حاجات اللي علاقة بالتكلمه مع طبعا بتبقى بير توبير من بفاهمين اكتر وعارفين يسألوا الاسئلة اتبسطوا والحمد لله خلصنا برنامج وتوكلنا على الله روحنا مصر رجل ده مصري وده مخفيفة قوي وبصراحة جدعوا حواني علينا الرحلة السفرية بشكل عام كانت جميلة استفادنا اتبسطنا واشوفكم ان شاء الله في بلوك تاني.